في العام خمسة والفين انتقلت سيلفيا مارتان الى الياج كانت في الخامسة والستين خمس واربعون سنة من عمرها امضتها مدرسة للغة الفرنسية وقد تنقلت اثناء مسارها المهني المديد ذاك عبر جهات مختلفة من بلجيكا كانت مدرسة مثالية ولم يكن انتقالها من بروكسيل الى الياج وليد اختيار عبثي بل انها خططت لذلك سنين من قبل فقد كانت هذه المدينة الهادئة من المدن التي درست بها ثلاث او اربع سنوات كان ذلك في اواخر ثمانينيات القرن الماضي اشترت سيلفيا مارتان منزلا في شارع بيت بوف الذي لا يبعد كثيرا عن ضفة نهر لاموز كان منزلا من طابق ارضي وطابق علوي في نفس مستوى المنازل المجاورة له كانت سيلفيا قد قررت ان تعود الى الياج لتمضي بها باقي سن عمرها كانت امرأة لم تفقد شيئا من حيويتها وكانت كلما كانت الاحوال الجوية مناسبة تركب دراجتها الهوائية وتمضي في جولة على طول ضفة نهر لاموز حيويتها تلك تبدو ايضا من مظهر واجهة منزلها التي غلفت باجور رص بعناية وعلى حافة نافذة السكن الارضي الذي اتخذته مستقرا لها جعلت حوضا بعرض نافذة صبغ بالابيض وزرعت فيه ازهارا بيضاء في فصل الشتاء حين تنزل درجات الحرارة وتظل السماء رمادية اياما لا تنتهي وحين تتشح الشوارع والازقة بالبياض لما ينزل الثلج لا تغادر سيلفيا سكنها الا نادرا فقد اعتادت ان تستبق موسم البرد والثلوج بشراء كل ما تحتاجه من مواد غذائية وغيرها في مثل تلك الايام الباردة اعتادت سيلفيا ان تجلس عند نافذة الطابق الارضي تحت سي قهوة الصباح او تقرأ كتابا لم تكن تستهويها برامج التليفزيون تحرص المرأة التي تحتفظ بقصة الشعر نفسها وبنفس شكل ملبس منذ ان كانت مدرسة تحرص على الحفاظ على حدود حياتها الخاصة ولذلك لم يعرف عنها انها استقبلت احدا يوما ما في منزلها الجديد تعيش وحيدة لم يكن لها كلب ولا قطة لم تتزوج سيلفيا قط قصة الحب اليتيمة التي عرفها قلبها تعود الى سنين غابرة لما تعرفت وهي في منتصف العشرينات على اغنو كان مدرسا للرياضيات في المدرسة نفسها التي كانت تدرس بها في بروكسل استمرت تلك العلاقة عامين انتقل اغنو ماشيل للعمل في بلد افريقي وعدها بانه سيعود ولكنه لم يعد وظلت عقيمة كل المحاولات التي قامت بها للتواصل معه ولكنه لم يرد على اي من رسائلها التي ضمنت الكثير منها وصفا دقيقا للحظات حميمة امضتها وهو بعيد عنها ثم انها قررت ان تدفع بكل تلك اللحظات التي عاشاها معا الى حافة النسيان ولعلها قضت اياما وربما شهورا من حداد على ذلك الحب الذي هوى بعد اغنو لم يدخل رجل قلب سيلفيا مر على ذلك ما يقرب من اربعة عقود ذات صباح من اواسط دوجمبر من العام خمسة والفين وكانت الحركة دائبة في المحلات التجارية استعدادا لاعياد الميلاد جلست سيلفيا كعادتها عند نافذة الطابق الارضي من منزلها شارع بيت باث خال من المرة امسكت بين يديها فنجان القهوة الدافئ ومضت بنظرها الى الخارج بينما حلقت بخيالها بعيدا في ذكريات مضت في اجواء العيد يحضر الشوق الى الاحبة وتتوق النفوس الى التلاقي واقام الفرحة معا ما كان يحزنها انها كما اعياد ميلاد كثيرة مضت لن تستطيع ترقب زيارة عائلية كل ما لديها من ذكريات الصباح تلك التي امضتها في بروكسيل في منزل عائلة بغامس التي اكتشفت وهي في مستهل مراهقتها انها العائلة التي تبنتها كان الوي ومغيان يعاملانها معاملة ابوين لابنتهما توفي الابوان الطيبان في حادثة سير لما كانت سيلفيا في السابع عشر من ابويها الذين انجباها لم تعد تحمل سوى اسمهما العائل مغتان ولم يكن يعني لها الكثير عائلات كثيرة عبر بلجيكا اوروبا بل وفي الامريكيتين تحمل اسمه مغتان في الليلة التي مضت نزلت ثلوج كثيرة السيارات المركونة على الجانب المقابل لنافذتها مكسوة برداء ابيض سميك رشفت من فنجان قهوتها رشفتين اخيرتين ولما همت بالنهوض من كرسيها لتأتي برواية تريد اتمام قراءتها لفت نظرها شخص يعبر من الشارع كان يبتدي لباسا بألوان داكنة ويعتمر قبعة نالها نصيب من نتف الثلج يبدو انه يلاقي صعوبة في الخطوة استغربت سيلفيا مغامرة الرجل في تلك الساعة المبكرة بالخروج الى الشارع بل ان الاغرب ان ما يرتديه من ملابس لا يكفي لمواجهة ذلك البرد القارس عبر بخطاه المتثاقلة من امام نافذتها دون ان يلتفد تتبعته بنظرها يحذوها ما اعتراها من فضول ثم رأته توقف على بعد منزلين اتكأ على الجدار ظنت سيلفيا انه من مدمني الكحول وانه يريد الى منزله مضت الى خزانة الكتب واخذت الرواية التي بدأت قراءتها قبل بضعة ايام ولكنها ما انعادت الى الكرسي المقابل للنافذة حتى تحرك بداخلها الفضول تريد ان تعرف ما اذا كان ذاك الذي عبر الشارع قبل قليل قد مضى الى حال سبيله ام انه لا يزال هناك حيث رأته من قبل فتحت النافذة اذ لم يكن لديها من سبيل لتشرأ باب عنقها رعها ان الرجل واقع على الارض المكسوة بالثلج لا حركة في الشارع تتساءل هل تخرج لتقدم له مساعدة ان كان يحتاج المساعدة ام تتصل بشرطة النجدة لا تدري ان كان ميتا ام هو فاقد وعيه قررت ان تتصل بالشرطة لتبلغ قناة تمو دابي وان تخرج لترى ما الذي بامكانها ان تفعله من اجل انقاذه اتصلت بالشرطة وابلغت عن الرجل الواقع ارضا ثم لبست معطفها وانتعلت حذائيها الطويلين وخرجت تسرع الخطوة نحوه نادته سيدي سيدي هل انت بخير ابتسمت لما رأته فتح احدى عينيها وقالت له انها ابلغت الشرطة وانها سوف لن تتأخر في الوصول صاح في وجهها بكلمات لم تفهمها ثم انه هو الذي حسبته ميتا او فاقدا وعيه انتفض واقفا امسك بها من يدها واخرج سكينا رأته يلتمع في يده هيا الى منزلك هيا لم يكن لديها من خيار الا ان تذعن له وهي لا تكاد تصدق ولا تستوعب الذي يحدث ارادت ان تنقذه فاذا به يمسك بها ويريد ان يتخذها رهينا تعلمت سيلفيا من قراءاتها العديدة ومن تجربتها في الحياة ان افضل وسيلة للتغلب على مثل تلك اللحظات الحرجة التزام الهدوء قادته الى باب منزلها وفتحت الباب ودخل استحضرت قصة الثعبان الذي اكتشفه احدهم متجمدا فاراد ان يحسن اليه ويدفئه فلما دب الدم في جسده لدغه من الخارج سمعت صفارة سيارة الشرطة احكم الغريب الامساك بذراعها ووضع السكين على عنقها احست ببرودته رن هاتف منزلها ارادت بتلقائية ان ترفع السماعة تظن ان الشرطة تريد التثبت من صحة ما تم الابلاغ عنها حال بينها والسماعة وهددها بالقتل ان هي حاولت مرة اخرى ظل الهاتف يرن ثم توقف وعاود الرنين مرة اخرى ولما لم تتمكن من الاجابة سمعت جرس منزلها يقرع تعلم ان الشرطة تستطيع تحديد مكان الهاتف الذي اجري منه الاتصال ثم رأت من النافذة التي اعتادت الجلوس عندها رجل شرطة يطل بقبعته رآها ورآ ايضا الذي يحتجزها تراجع اختفى من النافذة ثم سمعته يبلغ عن عملية احتجاز رهينة احست بنفس الذي يحتجزها قال لها متواعدا انه لن يتردد في قتلها ان هي فتحت الباب لم يسبق لسيلفيا ان عاشت رعبا كالذي يكتسحها الان دفع بها الى غرفة نومها القى بها على سريرها نظر في كل اركان الغرفة ظل واقفا لحظات ثم طلب منها المفاتيح كانت على طاولة في الغرفة حملها اغلق الباب وسمعته يجربها الواحدة والاخر ثم سمعت الباب يغلق لم تكن لغرفة النوم نافذة سمعت جرس الباب يقرع من جديد من الخارج تأتي اصداء حركة غير مألوفة لا يخامرها شك في ان الشرطة حضرت بقوة وانها لن تلبث ان تقتحم المنزل لم يطل الانتظار من الخارج جاء من مكبر صوت نداء الى كل من في المنزل يطلب منهم الخروج رافع ايديهم لم يرد الذي حبسها في غرفة نومها ظنت انه انتقل الى الطابق العلوي ثم جاء صوت ضرب عنيف بالباب الخارجي ثم وقع خطأ ايقنت ان رجال الشرطة صاروا في الداخل وحتى تدلهم على مكانها نهضت من السرير وصارت تضرب باب الغرفة بكل ما لديها من قوة من الخارج ضرب الباب مرة واحدة فانفتح لما وقع بصر الشرطي عليها امرها بلهجة صارمة ان ترفع يديها امتثلت فاتشها احدهم ثم دفعها الى الصالون من النافذة رأت سيارات شرطة عديدة والاضواء المركبة على اسطحها تومض بلا توقف كان ثلاثة من رجال الشرطة قد صعدوا الى الطابق العلوي يأتي من هناك ضجيج ثم سمع طلق ناري ثم طلق اخر وهدأت الحركة دخلت شرطية وحاولت تهدئة سيلفيا التي كانت تنطفض من شدة ما واجهته دخل مسعفون وما ان لبثوا ان نزلوا السلم يحملون ذاك الذي كان احتجزها راهينة لما ارادت ان تنقذه الرصاستان لتان اطلقة استقرت في احدى ساقيه كان مغما عليه في المحضر الذي اعدته الشرطة اقرت سيلفيا بانها التي اتصلت بالشرطة لما رأت ذلك الشخص ملقا على الارض في ذلك الجو البارد وحكت كيف بادرت بالخروج تريد تقديم اسعافات علها تنقذه وكيف انطفض في وجهها وامسك بها واقتادها الى منزلها وهو يهددها بسكين اخذت تلك القضية مجرها وعلمت سيلفيا ان ما قامت به كان السبب في القبض على مجرم مبحوث عنه منذ عدة ايام علمت ان اسمه كزافي بينو وانه تمكن قبل ثلاثة اسابيع من الفرار من سجل في منطقة بروكسل حيث اوضع قبل ثلاث سنوات لقضاء عقوبة بالسجن ثمانية عشر عاما ادين بينو في جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة كانت تعمل بائعة في احد الاسواق الممتازة ببروكسل كان اكزافي بينو ضمن مجموعة من ثلاثة نفذت عملية سطو استعملت فيها الاسلحة النارية كانت الضحية اما لطفلين وسقطت بعد ان استقرت في صدرها عدة رصاصات لاحقت الشرطة المجرمين الثلاثة ولما اكتشف مكان اختبائهم في منزل مهشور وسط بروكسل هاجمتهم الشرطة وحدث تبادل عنيف لاطلاق النار وقتل اثناء ذلك اثنان من المجرمين وتم الامساك بثالثهم زفي بينو بسبب تجهله هي نفسها ارادت سيلفيا ان تعرف المزيد عن هذا المجرم الذي جعلها تذوق من الرعب والفزع ما لم تعرف له مثيلا على مدى سن حياتها الخمس وستين وكذلك علمت ان اكزافي بينو الذي كان في الثامنة والثلاثين امضى طفولة تعسى كان والده مدمن كحول هجرته امه وحملت معها طفلهم الوحيد اكزافي كانت تتركه في البيت وحيدا وتذهب للعمل لا تعود الا في ساعات متأخرة من الليل لما صار يستطيع الذهاب الى المدرسة بمفرده سلمته نسخة من مفاتيح الشقة التي كانت تكتريها في حي سكاربيك وكانت تلك بداية علاقته بعالم الجريمة في البدء سرقات من رفوف المحل التجارية ثم عمليات سطو مسلحة ثم انجدب الى عالم المخدرات ودعارة الاطفال انقطع عن امه وانقطعت عنه وصار يفعل ما يريد ويخالط من يشاء لم تكن في حياته علامات تحول دون هوتيه في عالم الجريمة والرذيلة نشأ طفلا عنيفا وشب عنيفا لم يسبق ليكزافي ان اشتغل كل ما قام به عمليات سطو وترويج للمخدرات لحساب اباطرة لن يبوح باسمائهم اذ يعلم ان كل بوح بهوياتهم سيعني موته كانت سيلفيا تدون في مذكرتها كل تلك المعلومات التي حصلت عليها حول كزافي بينو كتبت في احدى صفحاتها ان المجتمعات حين تهمل شرائح من مكوناتها وتهمشها وتقصيها تكون بصدد صناعة مجرميها حكم كزافي بينو وقضي عليه بالسجن عشر سنين اضافية لم يبدي اسفا ولا احتج كانت نظراته وهو يقاد الى سجنه خالية من كل تعبير ترجمة نانسي قنقر